موسيقى شهد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية لإنشاء مركز للتميز ومشتل في منطقة النبرية لإنتاج أجود أنواع شتلات الفراولة وذلك بحضور الدكتور فهيم أوراه مدير برنامج الفراولة بجامعة فلوريدا والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري عندنا أكثر من 95% من الفراولة التي تزرع في مصر والتي تتم تصدرها هي من أصناف الفراولة المملوكة لجامعة فلوريدا مصر وقعت على اتفاقية اليوبوف في 2019 اللي هو حماية الأصناف النباتية وأصبحت ملزمة بحماية الأصناف وحماية حقوق الملكة الفكرية على المستوى الدولي مع العيم أن مصر كانت سبقة في هذا الأمر وكان عندنا قانون حماية الأصناف النباتية بالفعل من سنة 2002 لكن تم تحديثه في 2019 وأصبح مصر مسؤولة قدام العالم عن حماية الملكة الفكرية الأصناف الفراولة اللي موجودة في مصر اللي هي مملوكة لجامعة فلوريدا كان دور الوزارة وهدف الوزارة أنها توفرها للمزارع بأعلى جودة بأعلى من مصدرها الرئيسي اللي هو جامعة فلوريدا أو الوكيل جامعة فلوريدا في مصر وبسعر منافس ونوفر الأسعار ونوفر العملة الصعبة اللي بنستورج بها هذه الشتلات جامعة فلوريدا كان لها مركز كبير قوي لإنتاج هذه الشتلات في أسبانيا وفي بعض الدول الأخرى إحنا تفاوضنا معهم أنهم يعملوا المركز ده في مصر ويعملوا مشكل كبير عالمي في مصر لإنتاج شتلات الفراولة من الأصناف العالمية اللي هي مطلوبة في مصر ومطلوبة في الخارج اللي بتمثل زي ما قلت 95% من صدراتنا وينتجوا هذه الأصناف في مصر فتتباع للمزارع المصري بسعر العملة المحلية وبالجنيه المصري وبأرخص بكتير جدا من اللي بتيجي من برا بمجرد الاتفاق عليه الجامعة أنشأت هنا مشكل في مصر ووفقت الجامعة على أن الشتلة تتباع للمزارع المصري بربعة جنيه فقط تيجي توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية والناس ابتدت تعرف أن وجود أصناف متعددة للفراولة في مصر بيزود فرصة الاختيار للمزارع المصري أنه يختار الصنف اللي هو عاوز وهو إلى آخره فالحمد لله البرنامج بتاع جامعة في الوريد يبدأ في مصر يمكن في التسعينات ومازلنا الحمد لله دلوقتي يمكن كل سبب ننزل صنف أو اثنين أو ثلاثة زيادة والاتفاق اللي تم النهاردة مع وزارة الزراعة ما هو إلا توثيق للنجاحات اللي تمت في السنوات الأخيرة الحمد لله على كل مصر أنه يفخر أن مصر بتقود العالم الآن في تصدير الفراولة المجمدة البروتكولي الاتمدى النهاردة مش عشان بس السمار ولكن عشان إنتاج مركز تميز عالمي في مصر على أرض مصرية المركز ده يتحلل الباحثين الصغيرين والمستشارين بتوع الفراولة والناس المؤتمية بالفراولة أنه هو يجي ويشوف التجارب الأصناف ده على بعينه يعني ويسهم التعاون في إنتاج شتلات الفراولة مع جامعة فلوريدا الأمريكية في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الشتلات بأسعار مخفضة للمزارعين داخل مصر كما شجع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وانضمامها للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية اليوبوف على أن تكون مصر قبلة لكبرى شركات الشتلات والبذور العالمية في السنوات الأخيرة مصر عملت مجهود كبير جدا أنها تجذب الاستثمار أو تجيب المربيين أو الشركات للاستثمار لأنها خلقت جو مناسب جدا للاستثمار في مصر وده اللي خلانا نيجي ونشتغل المطمئنين نتاج الدوام مصري اليوبوف العرص اللي انت شفته النهاردة اللي هو مصر بقت أولى دول العالم في تصدير الفراولة وفيه انها تكون مركز لتصدير الشتلات وإنتاج الشتلات كمان على أرض مصرية شفت حضرتك أن جامعة فلوريدا من أكبر الجامعات اللي بتنتج أصناف فراولة جديدة بتستثمر في مصر باستثمارات عالية جدا تعاون كبير بين وزارة الزراع والصلاح الأراضي وجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مركز للتميز العلمي ومشتل لإنتاج شتلات الفراولة بمنطقة النبرية لخدمة الزراع والمزارعين في مصر أحمد سعيد مصر الزراعية